تفاجأ المستفيدون من سكنات اجتماعية كمين 32 سكنة التي وزعت منذ شهور بأفل ولاية الأغوار من عدم ربط المياه للغذرة بعملاتهم بالشبكة الرئيسية والتي وبعد ثلاثة أشهر سببت كارثة بيئية والصحية للسكنات وتؤكد سياسة البريكوراج والبزنسة والغش كما توضعه الصور بعض السكنات تحولت إلى مكبل المياه للقذرة أدت إلى اهتراء الأرض وتهدد العمارة بالسقوط وانتشار الأمراض والأوبئة عندنا وقت السبع شهر من اللي تسلمنا المفاتيح كي دخلنا للسكنات لقاينا لقنوات تأثر في الصحي محطوطة في الشارع الجعباء في الطراب تسمعها حياة بداية مطمورة تبكري مياه القذرة راترجعنا هنا الكارلاج هاي السكنة تأسية ذراها مهددة هذه العمارة بالسقوط كما يطالب السكان بإفادة لجنة تحقيق للوقوف على هذه المهزلة وكشف المسطور ومعاقبة المتسببين فيها